اشتركوا في القناة نصر الله مرتاح مبتسم متجاوب مع كل الحديث اذا بدي بلش من هناك شو ابرز ملفتك بكلمته للسيد حسن نصر الله لك طرح كتير شغلات مهمة طرح كتير شغلات مهمة خاصة ب انا رأيي بموضوع الخروج من المأزق اليوم انت حزب الله عمالي يتصرف وكأنه ام الصبي بهذا الموضوع حزب الله كان فيه من اول لحظة عمل معه سعد الحريري فيه من اول لحظة كان يروح على حكومة من لون واحد او حكومة بدون سعد الحريري عمل تحالفات تانية بدون سعد الحريري مع اخرين ما راح ما راح لانه عنده حرص على انه ما يروح على الاخر بهذا الموضوع هل لانه عنده حرص ما يروح على الاخر او لانه فيه عنده اكتر من اعتبار في هذا الموضوع نسبة الى انه فيه اموال سادر فيه الحريري يشكل دماني دولية بموضوع المقاومة من حيث تغطي اذا بدك السياسية للموضوع ولا فقط من باب الحرص على التوازن في البلد لك من حرص على التوازن وبهمه لبنان مستقر يعني ما امنك عبتكتشفي شي جديد انت اذا اعتبرت انه حزب الله همه لبنان مستقر بهمه لبنان مستقر ولكن بهمه لبنان مستقر مش باي ثمن يعني اليوم انت شو اللي عبيترحه سعد الحريري سعد الحريري عبيترح انه انا بدي اعملك الغاء سياسي تحتالي اقبل كون رئيس حكومي ما حدا بيقبل يعني مثل ما تيجي تقولي اليوم انت لاي تكتل مثل ما تيجي تقولي لتكتل الاصلاح والتغيير او لبنان القوي طب عنده اكبر كتلة نيابية طب هذا مبارح النقاش اللي صار بين الشباب الاخوان لحاجة حسين خليل والرئيس الحريري طب يا اخي هالتكتل الاكبر تكتل بلبنان ايه شو بتجي انت بتنقيله وزراءه او بتجي بتقله انت انه انا ما بدي هيك كيف شو المعيار شو معيار التشكيل اليوم يعني اليوم بعض الناس بيقول لك صوت الشارع اليوم الناس بيجوا بيقولولك انه انا خيي ما بدي ليش هالكلام هذا انه هلأ قم نحكي بصوت الشارع نعم صوت الشارع لا لو انه معيار وصوت الشارع صارنا سنوات كنا من نادي الرئيس حريري ما تجاوب مع شي من اللي كنا عم نادي فيه مش صوت الشارع المعيار تاني هلأ الرئيس الحريري مبارح حاول يحكي مع الاخوان يمكن حكي مع الحاج حسين قال له انه انا ما تفهموني غلط انا لا مش ضغطين علي الامريكي او مش عبتجاوب مع ضغط امريكي انا ما عندي مشكلة معكم انا عندي مشكلة مع جبران بسيل طيب مع الرئيس حكي غير شي مع الرئيس قال له لا عندي مشكلة مع حزب الله طب هذا الموضوع طب لوين بيوصل يعني اليوم ما فينا نحنا بيظل هذا الوضع نجي نتوالدا بهذه المفاوضات اليوم انت اهم شي يعني انا بهمني الشارع بهمني صوت الشارع ولكن انا مهمني الموضوع المالي ههمني انه انا كمان ساعد يعني اليوم ما فيه يجي كبة أنا بس على رياض سلامي تاع خي رياض زبط هالوضع ونحن متكلين عليك يا أخي يعني مصري في لبنان هو إيش أطمون السيارة يعني بس بخلينا نصلح السيارة مش نضلنا ليش عبد يدخن الإيش أطمون لعنه الموتير رايح اللي هو الدولي يرغم أنه يقال أنه الرئيس الحريري على تنصيق كامل بالموضوع المالي مع حاكم مصري في لبنان ما بيكفي أنه ينسق معه مالياً بده يعطيه ورقة بإيده يعني اليوم أنت اليوم المسألة نفسية داليا يعني اليوم ليش الناس عمالي بتهجم بدا تسحب مصرياتها المسألة نفسية يعني أنا بدي يقلك شغلي أنا من أشهر حكيت بهذه الأزمة حكيت أنه نحن راحين على أزمة بس مش الأزمة يعني بتستدعي بأنه كل الناس تهجم تسحب مصرياتها اليوم روحي على أكبر مصري في أميركي هجمي ليه تهجم ليه كل الزباين ما معه كل المصريات هالمصريات هالمصريات ما هو موظفة ما أن هالمصريات موجودة بجيبته بالسندوق همخبيها بيجي بيعطيكها ما هو موظفة عن مصر في لبنان هو مدين الدولة هو مدين السوق هو حاطت برا يعني مختلف في المسألة بس استاذ وقام بالنهاية هيدول الناس صار في إلهم تحضير من قبل على موضوع أنه البنوكي بدأت نهار صار فيه هذه الإشعاعات في البلد يعني العالم تحضرت تحضرت نفسية تخير تسحب مصريات أو تعبق بتذكري وقتا حكيت من أشهر وتاني يوم هجمت الناس على البنوكي وحكيت من أشهر قلت رح تفيقوا الصبح رح يقول لكم ما فيه مصاري هلق بالبنوكي لأنه عارف أنا وصلين لهذه الأزمة ببدي غش الناس بس هلق كمان بديش غش الناس وقل لأنه مصرياتكم راحوا لا مصرياتكم ما راحوا ما رح يروحوا مصرياتكم بس طولوا بالكم بهذه الأزمة ما ضروري أنت إذا حاطت هالحساب بالبنك حاطت هالعشرين ألف دولار بالبنك ما أنه ضروري اليوم تجي تاخد كل يوم ألفين دولار ما أنت لك ثلاث سنين مش محرق حسابك ما حطتهم لعشرين ألف دولار ومستغني عنهم خليك ألا يعني فهمتي وين القصة يعني اليوم الهجم هجمت كل الناس ما فيها تعطيها البنوكي بس ما ضروري تجيهم كل الناس اليوم عم يعمل إجراءات كويسة اللي عملوا المصرف اليوم يعني مثلا يعني أهم إجراء أنه يعطي عشرين بالمية فايدة للمصارف يعني هذا أهم إجراء أول وثاني شيء أنت بتروحي بك تدفعي السند بيأخدوا منك البنك على السعر الرسمي مش بدوا يأخدوا على السعر سمها بيقول ليك ما عندي دولار لا إذا عندي سند أنا بك تدفع لي بك تعطيني يعني بعطيك لبناني أنا بك تعطيني بسعر الرسمي طبعا أستاذ ويقام يعني هيك بما أنه بعنا بالحديث المالي طب كيف السيارفة فجأة صار عندها هذه الكمية من الدولارات والبنوكي شح عندها الدولارات أول شيء أول شيء صار أول شيء صار لأنه حزب الله بعتقد بعت رسالة عرفتي كيف كاب 40 مليون دولار بالسوق وبعتقد بعتقد بعت رسالة للأمريكان وعب يلعب مع الأمريكي مش عب يلعب بعت رسالة للأمريكان أنه خدوا أنا أمني بالنظام المصرفي ليش عب تعيق بالنظام المصرفي يعني قصر يقول ليش عب تعيق بالنظام المصرفي أنا مني فيه وقال السيد اليوم هو منه بالنظام المصرفي حزب الله ما له علاقة بالنظام المصرفي يعني أنا علي عقوبات اليوم طب تجي بتعيق بالنظام المصرفي في حسابي يا أخي أنا مني موجود بالنظام المصرفي أنا وياموهاب اللي علي عقوبات ما خاصني بالنظام المصرفي بعنش بانك مبروعة بانك ممضيش معاملة بانك يعني يعني شو بتجي بتعاقب الناس كرمالي الحزب نفس الخبرية كب الحزب هالأربعين مليون دولار طيب عتها دير رسالة صرف الرواتب صرف المساعدات اللي بيعطيها للناس وما إلى ذلك وبعط رسالة فيه بعتقد صار فيه شوية دولارات بالسوق بالإضافة لأنه يعني بتعتبر هي رسالة للأمريكي أنه عدم الاستقرار الوضع المالي أنا كمان عبيقله للأمريكي عبيقله ليش عبت عاقب اللبنانيين بسببي أنا ما إلي علاقة بأن نظام مصرفي أنت بمعاقبتك النظام المصرفي عبت عاقب اللبنانيين مش عبت عاقب حزب الله حزب الله مش معني خذ ما زالك هيك خذ هاضي يا أربعين مليون كبهم بالسوق اليوم بعد كلمة السيد حسن نصر الله هل ترى أنا المحاسبة أمام القضاء باتت أسهل يعني حزب الله قبل ما انتقل للمحاسبة لأنه أمر مهم حكي السيد حكي شغلات أهم بكتير بها الموضوع حكي بالموضوع العراقي إحنا إلنا سنوات من ناقش هذا الموضوع أنا بدي أقول لك شغلة أنا منقشه مع حزب الله هالموضوع أنا منقشه مع العراقيين آخر مرة السفير العراقي إجع بيودعني ونقل على وزارة الخارجية هناك وقلت له قلت له هذا موضوع يجب نشتغل عليه حكيت مع الرئيس عون قبل ما رأى على العراق قلت له فخامة الرئيس أهم شغلة نحن نطرحها مع العراقيين تعالى نعمل سوق مشتركة لبنانية سورية عراقية وحتى ما يفهموها وكأنها سوق محور واحد خليها تكون كمان أردنية يعني سوق مشرقية تعرفي أنت داليا شو يعني أنه أنت تعملي سوق اليوم العراقيين 40 مليون العراقيين بيستهل كولمية تعرفي العراق أنا عايش بالعراق وشغل فيه وعندي شغل بالعراق مصادر أزر أرزائي كتير من الناس هلأ عم تجي من العراق إلى لبنان ما تخبرينيش أنا بعد عندي هونيك شركائي نعم وعندي شغل هونيك يعني ما تخبريني عن العراق كيف هو لأنه أنا أكتر واحد بعرفه وبيرمو بيرمو مديني مديني العراق بلد فيه مال ما فيه شيء كل شيء بدو يهيه كل شيء بدو يهيه اليوم سوق العراق سوق واحد أنا بيجي اليوم بعد ما فتح البوكمال وهي اللي كنا عم نحكيه أنا بيجي بيطلع لعندي السوري بناقش السوري بمصلحتي يا حبيبي مينك أنت تيمترك السوري إذا تعطيه شرعي شو محلك بالعراب أنت ولك يا ابني أنت ما حدا قريك يعني ما حدا شايلك من أرضك أنا بطلع ابنك شو بالمصلحة اللبنانية اليوم تعرفي شو بتفلتي أربع ملايين لبناني بسوق من سبعين مليون بين الأردن والعراق وسوريا تعرفي شو بيعملو تعرفي قداي بيصير في شغل تعرفي قداي بيصير في خرص عمل شو بتعمل بالنزال بالأمر الثاني الموضوع الصيني موضوع الصيني وموضوع الإراء خليني داليا كفي لك الموضوع الصيني أنا السفير الصيني طلعنا عندي أبدايح تغدينا قال لي السفير الصيني أنا مستعد بستة شهر حل لكم مشكلة الكهرباء بدكون بيوتي بدكون قرض مدعوم بدكون قرض بلافايدي أنا مستعد وعلى فكرة أنا من شي حوالي شهر بيجيني شركة صينية بيأتي عرض على سوريا كنت أنا وسيط بعضتهم على سوريا بيأتي عرض على سوريا إنه هي مستعدة بين الخمسة مليار والعشرة مليار دولار مشاريع الصورة طرق ماء كهرباء اللي بيحددوه السوريين وقيلين الشركة هني بكتابهم إنه نحن بنعرف في عقوبات أمريكية بس نحن متفلتين من هذه العقوبات ونحن هالبونك الصيني اللي مستعدة موّلنا سمعي شوية بعد ما حكيني السفير الصيني شفت أحد الرؤسة قلت له يا رئيس بلناش نقلك إذا دولة الرئيس أو فخامة الرئيس أحسين ما تعرف في مين واحد من اثنين قلت له يا فلان السفير الصيني كذا 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 قال لي طيب ما بيعرضوا علينا الصينيين بس بيخلونا الأمريكان طيب بدي جاء لك سؤال طيب حوضي لو بيرحمونا ولا بيخلو راح بيطالة تنزل علينا طيب بيشوية عملاوين من الكهرباء هذه بين فتحة العراق وأن هذه الحكومة إذا أجت من لون واحد بطلع على سوريا أول وكنت أول أرار أخدته أني أطلع على سوريا هذا ما قاله السيد حسن وبين قصة الصين نحن في هذه في عقوبات أمريكية بتقدر اطلنا في حال هذا حصل هيدا الشي طيب نحن كيف بدأ نحمي حالنا في حال رحنا إلى هذا الموضوع للآخر يا أختي بدي قلك شغل هل هي كمان صنارة مثل زلت الطعم لحتى نشوف كيف بدأ نلتمح بدي قلك شغل الأمريكي عنده مصالح في لبنان ونحن فينا نأزيله مصالحه ما في الأمريكي يستمر بالحصار علينا هاك طيب بك تستمر بالحصار علينا ما فيها شي خيه بعطلنا جنرال موتورز تعمل نهي الكهربا تعمل نهي الكهربا وعالطريقة الصينية انت تحسد معها تطلع أرخص يا أختي انت ما كمان يعني اليوم أوكي كويس بيعطي مساعدات للجاج بس نحن بنعرف هو كيف عبيفكر بهذا الموضوع المساعدات بس باستثناء المساعدات هو ما بيعطي شي بيعطي للزعراني مساعدات تاني بيعطي للزعراني للجمعيات اللي بتتزعرن بلبنان واللي بتحاول تخرب بلبنان هاي الجمعيات المعروفة اللي بيعطوها هن عرفتي كيف بس غير هايك الأميركي ما بيعطي مساعدات بلبنان طب أنا طب انت شو مفكر هو يعني يعني اليوم طب أنا الإيراني تعرفي انت اليوم في شركات إيرانية بتشتغل بالخطوط الكهرباء بمد الخطوط بس على الخفيف طب أنا الإيراني اليوم اليوم أنا بقول لك الإيراني عبينفز بالليت قية باعتقد باعتقد 700-800 ميجا محطة عب يساعد السوريين فيها عبينفزها بلش ينفزها لزمها يعني طب أنا اليوم بدي روح على خيارات تاني طب انت لابتعطيني لابتعمل لي خيارات طب هايزة الخيارات هل أستطيع أني أخذها طب شو بيعمل لي طب شو سمعي بقدر أخذها سمعي لأكل لك شغل طب ما حن الإيراني عليهم عقوبات بس سمعي بدي أعطيكي أنا مسأل بس بدي أعطيكي مسأل أنا ما كله إجراءات ظالمة كلها إجراءات بلتجة بالآخر طب اليوم أنا ما في أقول إجراءات بلتجة باعتد الوقت استذوي آمو أنا الإيراني عنده عقوبات عم ينقذ فيها هو وكل شعب وأنا إجي فوت بهذه كمان مثل ما بقوله الدائرة طب أنا إذا بدي أهدد واحد بقول له بدي أخرب لك بيتك طب إذا بيته مخروب بشو بدي أهدده يعني اليوم أنت بعض الناس اللي عبيت رحوا أنه أنه آخر الدواء الكيب هذا اللي عم بتقليه طبعا لا الرئيس الحريري نحن عم نقول إذا سكرت الخيارات فيه خيارات اليوم الرئيس الحريري طب بتقولي أنت إذا ما إجرى الرئيس الحريري بيعملوا علينا عقوبات طب ما كان الرئيس الحريري رئيس حكومي وكان بواشنطن بعد كم يوم من ما إجه من واشنطن سكروا بانك بدون أي مبرر سكروا بدون أي مبرر لا في حسابات لحزب الله ولا بيشتغل معه حزب الله ولا إلو علاقة في حزب الله عنده 80 ألف زبون البانك اليوم بعد حساباتهم معلقة هذي الناس طب وكان الرئيس الحريري رئيس حكومي وإما نعنا العقوبات طب وقت اللي شكروا اللبناني في كندي حدر سادر هلأ أكتر شي أكتر شي ما السكين فيه أنه لا لازم الرئيس الحريري يرجع لسببين أول شي لأنه بمثل أكبر كتلة سنية وهو بموازنة الرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وثانيا لأنه هو مرضى عليه دوليا وإذا رجع الرئيس الحريري فينا نجيب مصريات سادر اللي ما بعرف إذا فيه طرح تاني أنه نحن فينا نطلعهم من الأموال المنهوبة إذا فتنا يمكن أول شي مصريات سادر ما أنه أكيد فينا نجيبهم يعني ما حدا بيأكد أنه فينا نجيب مصريات سادر الأمر التاني نحن بلد منا فقير نحن بلد منهوب بس نحن بلد معنا مصاري يعني نحن بلد بكم إجراء من أعملهم اليوم فينا كتير نجيب مصاري عظيم خلينا نبلش من المحاسبة أمام القضاء باتت أسهل وقت اللي حكي عنه اليوم السيد حسن نصر الله وبلش بنفسه لا مصاري تأسهل لا أبدا لأنه السيد حكي معنا قبل الانتخابات وحكي معنا بعد الانتخابات وشرحها السيد وقيرن بينها وبين اللي بيجي بيقول لك أنه يا غاية أنتو بتحاربوا إسرائيل أنتو بتقرروا تهزموا إسرائيل أنتو هزمتوا الإرهاب أنتو حربتوا بسوريا ولو ما فيكن لها الكم فاسد لا ما فيكن لها الكم فاسد لأن مضبوط مثل ما شرحها هو المعادلة هون مختلفة عن هون هوني كي شرح الموضوع هو ومعه حق فيه بهذاك الصراع في إجماع لبناني بهذاك الصراع في إطلاق يد بهذاك الصراع فيك وسائل وسائل الضرب مختلفة اليوم بهذا الصراع على موضوع الفساد مختلفة في القصة اليوم بمين بك تبلشي يعني بتبلشي شو بحليون ما بلش فيه يعني بخليون بتبلشي داليا مثل ما بتعمل بعض محطات التليفزيون أو بعض وسائل الإعلام تقعد بتجل دي الصغار الناس هاي محاربة فساد أو قل تشكم يعني قليلي بسيط لا لا لحظة لحظة شوي كل واحد عنده طريقت بس كرمات الناس انا ملك حدا من انا ملك حدا كرمات الناس انا ملك حدا بدي قليلا شغلي لكن كله بعده ببروني بهذا الموضوع لكن لكي أنا إلي خمسة عشر أنا عملت وزير بيئة عندي كان أخطر ثلاث ملفات هني سوكلين هني الكسارات والمرامل وهني معامل الطرابة وكل المعامل الثاني اللي عمالي بتضرب البيئة لكي خلي واحد منهم واحد يجي يقلي إلي عليك مستمسك هالقد خلي واحد يجي يقول هادي الماء شربت أحساب الدولة أنا أنا زلت عملت وزير أحسابي سفرني مرتين عمر إكرامي أحسابي أحسابي يراجعوا يراجعوا المحاضر فت على الاجتماع لا لا هاول شغلات لازم تحكيوا أنت تعرفي شو الفرق بين الناس شو الفرق بين عمر إكرامي كرئيس حكومي شو الفرق بين غيره مين غيره يعني يعني مصاري بفايدة ستة بالمية وقفاهم منه ملف هو هو هيدا بيسموا دناوة نفس مش يعني ملف يعني يعني مش لازم يعملوا الواحد إذا معوا هالقد مصاري عمر إكرامي أنا بدي روح على الجامعة العربية على اجتماع وزر البيئة العرب قدام الوزر أسأليهم فيه ثلاثين وزير الحمد لله كله وعده طيب الحكومي ثلاثين وزير قل ليه ع حسابك دولة الرئيس قل ليه ع حسابك أخدت رحت ع حسابي وأخدت الوفد حسابي تاني مرة اجتماع وزر البيئة العرب بأبو ضبي ع حسابك ما الله يمكن كنت ميسور أكتر من أي وزير تاني أبداً ما كنتش ميسور أبداً مش ميسور لا مش أكتر من أي وزير تاني تبقى النفسية أكرم من أي وزير من أي حدا تاني مش ميسور الواحد ما إلا علاقة هاي بأنه ميسور بس سفرني ع حسابي نعم لأنه كان وقتها قلنا حبيبي مالية الدولة بعدين بلش بحاله اجع على الجلسة قلنا أنا جاي يلغي الهيئة العليا للإغاثة ليش دولة الرئيس قاموا الشباب قال يا خيه هاي دي معمولة يسرقها رئيس الحكومة وأني ما بدي أسرقها لكن علي شيء هاي رجال هاي رجال دولة هاي رجال تتحسس بالمسؤولية هاي رجال بتتحسس إنه يا خيه في مشكلة مالية بالبلد ما فينا نكفي هاي من خمسة عشر سنة عم نقلن بسيطة اليوم بيجي ولد بيقعد بيطلع بده بده يحاسب فلان وبده يسب له فلان وبده ينشر عض فلان وما عنده أي دليل ما بيسوى في ناس عندهم أدلة ما عطل لا وبتشكل إخبارات الأدلة لا 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 في إنها ما في قضاء يعني من نهاية لا 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 بسيطة بسيطة اليوم كل واحد حمل لي إذاعة هذا التليفون وبيكتب خبر عن الناس وبيعطي لي لعا كرمتها عيني بدك تكون جربناك بالسلطة حبيبتي عيني هاو دي اللي عبي يستغلوا الحراك هذا الحراك خمسة وتسعين بالمية منه مطالب ناس محقة وموجوعة وناس محترمة وصوتهم وصيب لدرجة أنه كلنا عم نحكي بسيطة الموضوع وكل المسؤولين عم يطلعوا يحكوا لحتى يوجهوا حراكة الموسلي مضبوطة داليا في هاو دي الناس في كرامة إنسانية مفقودة عندهم الكرامة الإنسانية مفقودة أفقدتهم يا هذه السلطة بس في خمسة بالمية هاو دي الخبثات هاو دي اللي عبي يضربوا الحراك هاو دي اللي عمالي بيحاولوا يستعدوا كل الناس هاو دي رح يسقطوا الحراك مثل ما سقطوا وقت النفايات إذا بتذكري هداك الحراك طبعاً وكان محق في بدايته إلى أكثر إلى أكثر درجات سقطوا هؤلاء الانتهازيين اللي هن يجب أن يحاكموا مش السياسيين يجب أن يحاكموا عنده واوة اليوم أنا بس روح لعند حدا استضعفه مثلاً وأعمل عنه تحقيق عيب هذا الأمر أنا بالنسب أعمل تحقيق بلش بالقوي وبلش بالإنسان اللي عنده حماية وحصانة مش بروح باستضعف واحد وبعمل عنه تحقيق وبجرسه وبيطلع بالأخير ما عنده شيء زلمي مثل مين يعني؟ مثل مين أكثر شيء يستفزك؟ لايك كتير استفزوني ببعض الشغلات البلطامة يعني عبقلك شو أنا اليوم أنت في ناس في ناس سياسيين فشهر حدا يحكي عنهم كلمة فشهر حدا كتار ما بدي يسمي لأنه اليوم بالبلد اليوم بالبلد خمسة عشرين واحد اللي نهبوا ومعروفين من إني نحنا شو خطورة أنه نحنا نطلع نسمي بالأسماء من هم الأشخاص الذين عبسوا بالبلد وسرقوا أمواله ونحولون للقضاء هل هو الخطر أمني أنه تقوم الجهات التي تنتمي إذا هذه الشخصيات ويصير في عندك دم في الأرض لا أحد يحدث لماذا أنا لما نسميت علاء الخواجة ما قتلوا لابني داليا لماذا أنا شو عشو استشار محمد بودياب شو في خلاف أنا وسعد الحريري على قطعة أرض يعني بيوا بيوا لماذا هذا التصويب دائما على علاء الخواجة لأنه كان هو رئيس العصابة حبيبتي شو اللي بيثبت أنه هو رئيس العصابة هو؟ ها مين ملف الكهرباء ومين ملف النفط مين ملف عند مين ريمون رحمي بيشتغل دائما تصوي بهذا الاتجاه لك يا أختي كيف بهذا الاتجاه هيدا الملف عندك بإيديك ملفة عندك بالإيديك يا حبيبتي يا عزيزتي سمعي كان في شركة يونانية كان في شركة يونانية يونانية اخدي معمل دائر عمار مظبوط يا نادا البس تاني أو مش مظبوط إن شاء الله تكون عب تسمعني عب تسمعك من 8 سنين من 8 سنين لزموا دائر عمار كان جبران بيسي الوزير طاقة التزمته شركة يونانية أوقف تنفيذ دائر عمار 8 سنين بالحكومة الماضية آخر جلسة بيتهرب بالمحضر تلزيم رضائي لعلاء الخواجة وريمون رحمة لدائر عمار بالطراضي مين بيهربوا؟ اسأليهم للي كانوا بالجلسة مين بدي اسأل؟ شوف مين الوزراء كانوا مانا نسيتهم الحكومة الماضية انت عرف مين كان الوزير مين كان كمان أمين عام مجلس وزراء كمان قالوا انه غير بالمحضر ما بعرف شو لا كان الله يرحمه الظلمي غيروا يمكن واحد بالوكالة كان يومي ما شو فيهم مين انه كان ثلاثين وزير كانوا موجودين بس يحكي ويام وهاب عن هيك ملفات وبالمقابل بيطالب انه يكون الملف اخذوا هاي الظلمي الملف طيب مين اللي جيب محمد شقير وزير ما هوا حكيته من سنة ونص انا يا داليا مين اللي جيبه وزير قبل ما يجي محمد شقير وزير قلتلون لها اللبنانيين يا اختي ما مش كلي زاكرة ارنب عند الناس قلتلون جاي محمد شقير وزير هاتف مهمة محمد شقير بيع القطاع اللي جايب محمد شقير مش سعد الحريري جايبه على الخواجة ما هيدا حكي لا ايلي طيب قوم اللي رشي في اختي من سنة ونص طيب بعتولي المعلومات تاكتوني وبالقوة بعتوها يعني بعتولي تايفتحوا اشتباك معي وقتل انا مش محمد طيب صار اللي صار مين بيحميك في كذا مليار يعني اليوم ببيع القطاعات في كذا مليار ايه كذا مليار حبيبتي بيقتلوا نص الشعب اللبناني حسابهم وعفكرة نحنا رايحين على الفوضى يعني حتى ما تفتكري انت انه نحنا هلف يعني بعدنا عم نتغنج وكأنه ما في شيء نحنا رايحين على الفوضى هلت أخاف من عدم التشكيل؟ ايه أخاف من عدم التشكيل لانه اللي منعوا لسعد الحريري يكفي سعد الحريري شو عمل؟ طلع عند الرئيس اجتمعوا مجلس وزراء صحيح أو لا؟ مزبوط عمل خطة اصلاحية وضهر قال أنا بدي نفذ الخطة طيب مين منعوا يدعي مجلس وزراء أسبوع؟ مين؟ داليا ديغير؟ لا طبعا مش أنا ما عندي التواصل اللي فيه مون يقلوا ما تعمل الجلسة هو مين أعليه؟ قالوا بتفل هل هي رح يخليه يرجع؟ سؤال لانه هذا رصد الوضع هلاق انتبه هو ما اعتبر انه هو الأفضل حزن بالعودة إلى هيدا رصد الوضع اللي منعه يكفي اللي أجبره يستقيل رصد الوضع شايف هلاق الوضع بدي روح على الفوضى هل هو مصلحته الفوضى؟ او مصلحته عودة الهدوء؟ اذا بكرة نهار الجمعة الاستشارات على الاكيد في استشارات؟ نهار الجمعة الاستشارات رح حددها الرئيس اذا كانوا تفهموا مع شاكل مش بكرة من خلال اللقاء؟ نهار الجمعة الاستشارات رح حددها إذا كانوا تفاهموا مع الرئيس الحريري من هون للجمعة بتكفي الاستشارات إذا ما تفاهموا معه بتتأجل أسبوع الاستشارات رفت كيف فالق جبران عنده لازم يكون ما بعرف شو بيعملوا قد الساعة عشر ودعش إلا ربع لازم يكون رعلا عنده عشر ونص ساكة كفمت يعني نعم ده الرئيس الحريري لازم يكونوا عمالي بيتفاهموا على الأقل أنه أكبر كتلي يعني شو العلاقة هيوية لأن لها بيقله بديش جبران وعطاب باصر رئيس يعني رئيس أو الوزير جبران بسيلو قال له أنا فيك تشكل بلعي أنا معه ما يكون لشو بدي يكون يعني إذا عنده كتلة وزراء لشو بدي يكون الواحد بالعكس حضرتك مع الحريري أنه يرجع على رئيسة الوزراء أنا معه إذا بيرجع بشروط بشروط من حزب الله ومن تكتل لبنان القوي من كل الأطراف يعني؟ بشروط بشروط أول شي بشروط هي أول شي عدم تجاوز نتائج الانتخابات النيابية ما فيك تجاوزها لأن المجلس بدي يعطيكي ثقة هلأ بتحكي بتجاري جري بتغني عرفتي كيف يعني شو اسمها عادي غنية تك 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 يام سليمان صارت يعني عرفتي بتغني قد مبدك تك 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 يام سليمان بس تك 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 يام سليمان ما بشكل حكومي ولا بتعمل ثقة يعني هذا هلأ مبسوطين الشباب والصبايا وكذا ماشي الحال وتحركوا ننتج وتحركوا نتحول إلى محاكمة للسلطة وأنا مع هذا الموضوع ولكن خلونا نبلش ناخدوا على الإيجابة ما نبلش سلب 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 بيرطد عليكم مثل ما رتدت عليكم قصة اقفال الطرقات بيقفال الطرقات تحولوا لعصابات اللي كانوا عا بيقفلوا الطرقات طر الجيش يتعامل معهم بالطريقة اللازمة وعفاه الجيش انه تصرف معهم بهذه الطريقة وكان حاسم لإلغاء هذه العصابات اللي عبتقطع الطريق اليوم انت بدك تجي تشوفي هذه الحكومة اللي بدها تتشكل شو عا بيطرحوا على الكتال شو بدوا يطرح على الكتال بتمثلي بناس اختصاصيين ايه بتجيبي تشكيلة اختصاصيين بس تشكيلة الاختصاصيين يعني كمان هذا المبالغة بهذا الموضوع انه اختصاصيين اختصاصيين اليوم أنا اذا جبت نص نبي نص نبي حطيته على صندوق المال ممكن يغريه هذا الأمر وكان فيه عبر التاريخ يوضع صباع المسيح طيب يمكن بأيام الدعوة الاسلامية فيه كتير ناس مدوا ايدهم على بيت المال المسلمين طيب اليوم انت ما فيك انت بك تعملي قانون يمنع هاي الناس تمد ايدها ما بدي اتكي لعائدة ميت الناس لعائدة ميتة ولعائدة ميتة ولعائدة ميت غيرنا يعني هي وحدة نحن فيه قانون هذا بعالج الأمر ولكن قوانين جدية مش قوانين شكلية على طريقة من اينا لك هذا بدك شمية معامة لتتعملي الشكوى واصلا بتوصلش لمحل الشكوى نعم شو بك تسأل بدي اسأل لقصة انه ما بتوصل لمحل الشكوى بتوصلني لمحل انه ويقام وهاب بقول انه استعادة الاموال المنهوبة هي طريق كتير صعب بهذا الصياق ما رح تصير ما رح تصير ما رح تصير بشو تنجزو عن الناس ما رح تصير بس نحنا اذا عملنا ولا اي طريقة بتخلينا هيدا الاموال المنهوبة رحت على العدلية كنت وزير بيئة حامل عشرين مخالفة لسوكلين رحت فتنا على مكتب المدعي العام التمييزي الرئيسة ربيع عماش كانت اجا الرئيس عدنان عضوم كان وزير عدل شاف المخالفات قال لي صحيح كلهم مزبوطين بس هاهم قونانين ما فيك توصل معهم لمحل مقونين مقونين السرقة عبتفهمي طبعا ما فيك توصل الى محل بهذا الموضوع لانه اكيد كلهم مهربين مصرياتهم اكيد هاي مسألة معقدي تتقدري يعني بدك تحكمي وبدك الدولة تطلبهم الانتربول بس الا ما توصل الى مكان او تلاقي حل لانه هيدا الاموال الى مصادر الوقلة ليه ما بيجوا بحكموهون من التاريخ ما بستلموا المسئولية بس بدي خبرك شغلة كيف بتحكمي هاودي يعني مثلا اذا واحد زعيم وطني اذا زعيم وطني مش وارتان عمبيوشي ومعو خمسة مليار شو بتعملي فيه؟ من وقت من تاريخه بيجي بالحق له مصرياته بقل له من دون مين بدوي الحق؟ انت مسطقة فينا نعمله؟ طب لح زا هو هيدا الفينا نعمله انا بحب نحنا فينا بس خليني بس اسألك سؤال هيدا الفينا نعمله هي كمان اللي بتخليك واموها بتحمر كلها الملفات ولا مرة تقدمت بملف على القضاء لانه ما فيك تعمله؟ مش مظبوط ما تقدم مش كيف ما تقدم؟ شو بك؟ ملفات فيها فساد طبعا شكيت على سوكلين شكيت على سوكلين ودايما بتحكي بملفات فساد غير سوكلين يعني؟ طبعا شكيت على سوكلين هاي شكوى رحت عملت شكوى شخصية وصلت لمحال؟ الامر التاني لا ما وصلت لمحال لان قونا السرقة الامر التاني طيب من كذا يوم طلع المحامي أحد المحامين عندي قدم اخبار على موظف بالقضاء عمل عرس لابنه كلف خمس مليين دولار وقال له انه في نائب اسمه أسعد درغام عامل تصريح قيل فيه انه هذا منين جيب هؤل خمس مليين دولار؟ نائب عكار نعم ايه؟ وينو ايه الموظف؟ وينو؟ جيبوه؟ عابس القضاء جيبوه؟ فإذا عندك مشكلة بالقضاء أكيدة واضحة عندك مشكلة انه نحنا ما عم نلاقي طريقة لا استرداد الاموال منهوبة مع انه في اقتراح لحقلك ايه هلا في اقتراح ليه ما بنعمل لهم صندوق تبرع ومنقل لهم هيدا صندوق تبرع على لبنان ما رح نحسبكن انا بوسق بالرئيس سوايا العبود طبعا انا بوسق انه الرئيس سوايا العبود كرئيس مجلس قضاء أعلى رح يقدر يعمل شيء ولكن لازم كلنا نساعده اليوم طالع بيان شفتوا انه عم بيطالب من المجلس النواب يقر اكتر من شغلة بتسهلهم المنائلات بتسهلهم قانون الاثراء غير المشروع صحيح بس يكون جدية مش ملغومة القوانين اهم شيء ما تكون ملغومة لانه قانون من اينا لك هذا ملغوم وما بيوصل لمحل لان احنا حاولنا نقدم اخبارات استنادا لهذا القانون داليا المواطن بده يدفع 25 مليون ليرة بده يجيب وثائق مش انا بجيب الوثيقة يا حبيبتي منو شغلتي بدك هيئة قضائية بيكون معها جهاز جدة هذا الجهاز في فوت ع كل حسابات الناس كيف طلعت هاي المصريات وين راحي هيك بتبلشت ولا تلاحقها طبعا مش بتجي بتقليل ولا الواحد تعمل لي كشف عن السرية المصرفية طبعا انا رأيها هي ما فينا نوصل كتير فيها لمحل لانا في مية طريقة ليهاربوا الاموال عرفتي كيف انت بك شوفي كيف راحي يعني اليوم هذه الوزارة انهدر فيها مليار كيف انهدروا هاو المليار بلحقهم هيك بسير مش عالطريقة اللي نحنا اللي عم نهاوبر فيها بدك تلحقيها بدك تلحقي اليوم انا مثلا وزارة البيئة بأيام ويقام وهاب انهدر فيها خمسين مليار ليرة بلحقوا نوان راحوا ساعتها بلاحقوا بجيبوا على القضاء يعني ما فيك تحاسب الا عن طريق المؤسسات اللي استلمى هذا الشخص بفهم منك كيف بدك تحاسبي ما انت بدك اول شي ولا اي قانون للإسراء غير المشروع بيقدر يتحقق ما بدك تعملي انت بدك تعملي بدك تعملي احصاء اول شي وين المين راح مش هيك يعني هذا الجسر مثلا نفق المطار قديش كلف ما بعرف بس في طرد يكلف 200 مليون دولار هل هذا النفق بيكلف 200 مليون اذا بيكلف 50 بدي يجيب مين لزمه ومين التزمه مش هيك بيبلش كيف بيبلش تحقيق طبعا هيدا الشي بده قرار هيدا تحقيق حتى لي ما نحنا نجي نعلم القضاء كيف بدون يعملوا نحنا لازم نعملهم القوانين ها وانا بوسق فيه هيدا الرجل اللي اسمه سوائل عبود اليوم بتجي نوسق بسوائل عبود نوسق بغسان عويدات نوسق بفلان نوسق بقلتان بس لازم نساعدهم عرفت ايه لازم نساعدهم تحطي ليوصل المحل كيف بدنا نساعدهم بدنا نضغط على السياسيين بدنا نضغط على اذا اجت حكومة وما كانت هلأ قد طلبات الشارع وضعت الامور القضائية فيها ورجعنا فتنة بمتها بدنا نعمل آلية تعيين القضاء اول شيء كيف بيتشكلوا القضاء ما هيبدأ آلية يعني انا بشكل القاضي اللي بدي ايه لا بدي افصل السلطة السياسية عن السلطة القضائية ساعتها منبلش من هون لما القاضي اللي بيروح لعند سياسي بيجي مجلس القضاء الأعلى بحاسبه وهونه بطالبه للرئيس سهيل عبود وبقله القاضي اللي بيروح يستجدي سياسي تحت تالي عينه لازم يتخذ فيه اجراء مسلكي فوراً وما يعود يتشكل لمحل يتشكل عند امه يلا ينشحت يتشكل عند امه هذا القاضي اللي بيروح يزل حاله على أبواب السياسيين وبينطروه وببهدلوه وبهينوه تحت تالي يتعين لازم ينشحت هون منبلش والقاضي ينتبهي هون بدي يلفط لشغله وهي موجودة عند الرئيس سهيل عبود سهيل عبود مش مستقيم لأنه قاضي بحاكم المزنب هو مستقيم لأنه بيحاكم المزنب والأهم بيبرق البريء وهي الأهمية القاضي المهم هو اللي عنده جرق تبرئة البريء مش اللي بيتأثر بالأجواء وبيصير بده يبرم على ضحية مثل ما صيبنا قالك قالك عابي بربه عضحايا الشباب مين الشباب يعني؟ الاعلام والقضاء يعني ما بتقصد الغاد يغادعون عابت برم على ضحية؟ لا غادة حرام إدمية غادة مستقيم غادة أي شيء أحكيك أحكيك بمصار قضائي أنا لأن اليوم لما نجيبوا المساعدين القضائيين لما نجيبوا المساعدين القضائيين وحولون عند بعض القضاء هذا قابل خمسين ألف وهذا قابل مئة ألف رشوي وهذا الفساد هذا هو وطلع في منهم بريئين ها هو اليوم أنت بدك تجيبي قضاء يملكون جرأة يعرف من أول جلسة أن هذه الزلمة بريئ وأنا ما ضميري ما بيتحمل أنه وقفوا تأرضي الإعلام وتأرضي بعض السفلة اللي عبي برموا هون وهون وبيفوتوا بنص التظاهرات تيهينوا الناس وكرمات الناس تعرفي أنت أنا بعرف متعهدين عبيبعتوا متعهدين عبيبعتوا موظفين عندهم لأن نحن عندنا ناس بالحراك ونحن عم نعرف ما بيصير بالحراك في متعهدين بيبعتوا ناس عندهم يرفعوا يفطاد ضد متعهدين أغصامهم بالساحة هديك اليوم كما شو واحد منهم مين بيعتك طلع بيعته ومتعهد تاني وموظف عنده وبيعته وطا يدفع شو هالكلام هذا؟ شو هالمسخرة هاي؟ شو هالمسخرة هاي؟ لوين عم ناخد الحراك؟ لوين عم ناخد المطالب المحقة للناس؟ عمم شيطنة؟ بكل حراك بالعالم بصير فيه شيطن لقلو المهم الناس تعرف تاخد تاخد مطالبها للمكان المناسب وما تسمح لأشخاص تانيين لما بيكتاخدي مطالبك للمكان المناسب انت بتحددي ملفات يعني أنا بيجي بقول اليوم عندي أسبوعين للكهربا أنا رح ضلني بالساحة ورح ضلني أضغط عليكن بتشرفوا بتعملوا اجتماع لمجلس الوزراء بس يصير فيه مجلس الوزراء بتقروا خطة كهربا خلال أسبوعين وفيون يعملوها خلال أسبوعين خطة شاملة للكهربا بتكون تقلولي بالتاريخ أنت بتلازمه وأنت ببلشوا التنفيذ وأنت بتخلصه وإذا بتجزبوا بأسبوع بدي مسح الأرض فيك هل ما زلت تلوم الوزير بيسيل على موضوع الكهرباء؟ بشو؟ لمتوا أكتر من مرة بقصة البواخر قبل طبعا أنا ضد موضوع البواخر أنا ضد موضوع البواخر بس موضوع البواخر ليش حستك عم بتحبه كتير للوزير بيسيل مؤخرا هيك بحستك بحيده ليكي مش لا ليكي جبران بيسيل بدي سلم معك أنا حرامي أنا ما قلت هيك ما تسلم معي لا بدي سلم معك كناس جللو أنا ضد الجلد أول شي أنا ضد الجلد تاني شي لو جبران بيسيل بس يقعد بالبيت تنحل المشكلة بلبنان كنت أنا بقله قعد بالبيت لكن لماذا هذا الاستهداف المصوب على جبران بيسيل؟ لحظة خليني كافي خليني كافي بديك تخليني كافي سألتين سؤال خليني كافي أكيد أوكي داليا أنت صحفية تسألي وبتاخدي الجواب وبتبني علي أنا اليوم بدي أحسب جبران بيسيل من وقت اللي إجا الرئيس ميشيل عون رئيس جمهورية مستبيح كل شيء طيب يا شباب اللي إنه ثلاثين سنة مستبيح كل شيء ليه ما عبتحكوا عنه لأن جبران ما بيقتل هو ديك بيقتله كتير مهم المعادة ليك؟ لأن جبران ما عنده ميليشيا هو ديك عنده ميليشيا استحوا بقى استحوا بقى حجن استضعف الناس حجن استضعف الناس أنا سلمت معك عبقلك جبران مستبيح الدولة رغم إنه أنا فتشت له عمل الفيطة وما كماشته وأنا قلت له ديك المرة قلت له جوجه قلت له لك أنت أو بندوق كبير أو كلمة كبيرة قلت له أو يعني حمار كبير خلي أنا بها القصة حمار قلت له لا ما بشدق بكبر هل قاعدنا حكينا بملف الكهرباء أنا بعرف مين عبي عرق الملف الكهرباء ملف الكهرباء مش من هلق ملف الكهرباء عمره سنوات القصة ابتكير ملف الكهرباء منع بإنه ينفذ لعدة أثبات في اسأل هيدا السؤال إنه أنا بس كل مرة حدا بقلي أنا بعرف مين معرقه للكهرباء وجبران باسيل بقول من هو هذا المين أنا دافع دم بهاول معارك شو قصتك مين عمي المعارك إذا قاسم حمود واللي حمين قاسم حمود شو قصتك أنا اللي بحب هلق أنه صارت الأسماء عم تذكرة بكتير ريحة روك شوية شفت الانتفاضة شوية أهمية ممشكلتنا مع هذا الدب عمار أسمان مش من المعطة قاسم حمود لحظة شوية أنا عamiحكي أنا بحب أنا انا بحكي عمسؤوليتي ما بدخل بأسئلتك بدخل إياس بالأجوبة ما بدخل بأسئلتك ما بدخل بأسئلتك تدخل إياس بالأجوبة لا بدخل بأجوبتك أنا حر حر بالوصف اللي بيعطيه للواحد لأنه اللي بيستيع الوصف يعطيه أنا يعاني وقت اللي عملت المعركة مع قاسم حمود اللي رافض يسلم المعملين بالزوق وبالجي ما كنت تسمعيني ما رافعوا يطاب ضدي وشتموا لي أهلي بمجر العنجر وطلعوا الشباب ليهم وصارت وقتها قصة المتفجرة وما المتفجرة وكذا وإجا حاول عماد أسمين بده يطلع عضايا يجيب الشباب وعملنا وقتها مشكل معه ومعه تطلع وبس طلع واستشهد محمد قال أنه اللي قال ما بينطلع على الجهلية هيا نطلعنا بعد وحيقد من وقتها أنه أنا كيف يعني بس قليلي أنت كيف أنت ما فتحنا ملفات فتحناها بالأسماء ما حدا وقف معنا تفرجت علينا الناس وملف قاسم حمود لمعلوماتك سقطني بالانتخابات إذا ما بتعرفي عرفت كيف إيه شو كيف ما بكم بفتاع شو بدي كاني انتحر دعا ما بدي انتحر ما بدي انتحر تكفل الآخر بديش انتحر تحتى توصل لأخواتيهم لا لا عملت لعلي عملت لعلي خليهم هني يعملوا بالسحات لعليهم بسيطة أنا قدمت أكتر من أي حدا ودفعت أكبر ثمن خليهم يدفعوا أثمان الناس كمان خليها تحس الناس أنه في أثمان بتدفعتها تغير مش هيك بتغير مش هيك بتغير أنا لا ولا مرة جحلت الفاعل أنا عملت معركة ضد ناس موجودين وعملت معركة قاسية وما حدا وقف معي أبدا بها المعركة لا بالمعركة ضد قاسية محمود فخامة الرئيس وقف معي وقتها كان بعده بالرابية وبيجزئ من الملف كمان فهمته منه وقتها لأنه وقتها قصة الشركة الدنماركية والنصب الصايرة بالشركة الدنماركية فمتوا من فخامة الرئيس طيب على سيرة فخامة الرئيس كثير الشارع يطالب فخامة الرئيس ويحملوا مسؤولية التأخر بعمل الاستشارات والملزمة لكي هيدا الشارع كل يوم بيسأل ذات السؤال وبيقول لك إيه الرئيس عم بيعطل والرئيس ما عم يسمع ندقات الشعب والرئيس ما بده يمشي البلد والبلد على حفة انهيار ما هي بي إطار الجلب في مجال تعطيني بس هيك توجيه للناس الفاجر بيأكل مال التاجر ما سامعة فيها المسأل الفاجر بيأكل مال التاجر يعني اليوم أنت داليا اليوم بالبلد رئيس الجمهورية من يحكم أو مجلس وزراء مجلس الوزراء تقريبا مجلس وزراء رئيس الجمهورية من يشرع أو مجلس النواب مجلس النواب شو بيعمل رئيس الجمهورية لديه صلاحيات معينة شو أن الصلاحيات سمي بهن انت هلأ استشارات ملزمة شو بس بيقدر يعمل استشارات ملزمة لأنه بيقدر يعمل استشارات ملزمة ممنوع مش مش لازم ممنوع على الرئيس ممنوع وبقله بيكون عبيرتكي بخيانة هو إذا عمل تكليف قبل الاتفاق بأنه لازم يصير في حكومة خلال أسبوع حد أقصى هللي عبي يعملوا الرئيس بس ما فيوش يعطي حد أقصى للوزير لا هو كمان فيوش يعطي حد أقصى الاستشارات كمان الدستور ما بيلزمه لا الدستور بيلزمه أنه يحدد مهلي للاستشارات ولا الدستور بيلزم سعد الحريري أو الرئيس المكلف بأنه يشكل بيسبوع ولكن الأخلاق بتلزم والواجب الوطني بيلزم واللي بهالوقت ما بيحس بيواجبه الوطني وبيروح يستقيل لعن ضغط عليه لا أنا ما بأم من له ما بأم من له أنا كالفو بده يجي يلتزم أنه أنا خلال أسبوع بشكل مش يروح يخذها تساتوشهر متل ما مرت الماضي عملها لا ممنوع على فخانة الرئيس كالفو ممنوع يعمل استشارات قبل ضمان التأليف في حال لم يصل مع الحرير ويروح يتضب اللي بده وغيرهاك في حال لم يصل مع الحرير إلى أي تسوية معينة أو في موضوع التأليف هل ويأمود هواهاب لديها أسماء غير اللي طرحها الأسبوع الماضي؟ ممكن أن تلاقي التوافق نتيجة مجرياتها لأمور اللي عم بتشوفها أنا شو طرح؟ طرحت أسامة سعد طرحت عبد الرحيم ممرات طرحت فيصل كرام أنا طرحت أسماء تجربوا بالسلطة ومنهبوا أنا طرحت أسامة سعد لأنه أسامة معروف في نظافته أنا طرحت عدنان عددوم لأنه عدنان عددوم كان بأخطر محكمة تجارية وطلع من السلطة عدنان عددوم من 15 سنة حدث ترجى يحكي عنه كلمة بموضوع الفساد كلمة 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 أنت بتعرفي تاني يوم بس يطلع الوعب من السلطة ببال شوفي طب أنا طرحت عبد الرحيم مراد لأنه عبد الرحيم مراد إنسان معطاء وعبد الرحيم بيعطي ما بياخد عبد الرحيم الله أنعم علاء وصار عنده ظروف بالحرب عمل مؤسسات بنى مؤسسات مع الوقت تطورت واليوم عبد الرحيم لكلنا بيلبينا بموضوع التعليم عرفت كيف وشبعين وما بيمدقلوا على مصرية الدولة فايسال كرامي كان بيو وبيو أنا بشهد له وهو يجع عامل وزير شبابه ورياضة كمان ما حدا بيعتقد قدر حكي عنه شي فأنا عبد رح أسماء مضيفة هل تسك ب يعني هل تسك بكل هذه الأسماء أكتر من ثقتك بأنه الحريري لحيقدر يقل في حكومة على قد أمال الناس اللي بالشارع اليوم الرئيس الحريري بمحبة وبياحترام بقله طب أنت اليوم يا دولة الرئيس عمالي بتقول إجوا فاتوا عبيتي وسرقوني طب شو عملت فيهم طب اليوم إذا دولة الرئيس مش قادر يحاكم اللي مقربين منه اللي هو عب يقول سرقوه هو بده قادر يحاكم الحرامية بالبلد يعني عب أسألك سؤال أنا هلأ أنا عب أسألك طب وعد طلي على التليفزيون من جمعة قيل في ناس كانوا ببيتي ولحم كتافهم من عندي وسرقوني هل تعرف من كان المقصود ما بعرف مين قاصد عدة أشخاص ممكن قاصد أكيد بس ما بعرف مين بس إذا هو مش قادر يحاكم هاو بده يحاكم السرقين البلد إذا كان في قداء محصن وقدر وصل أنه يصلوا عن السياسي سيحاكم ما شو رأيك بقسة العفو العام والدرجة اللي طلعت عليه وبيان التكتل اليوم أنه أنا مع العفو العام مع العفو بمطلقه أنا مع العفو العام حتى عن من قتل إلا عن اللي قتل العسكريين أو قتل ناس يعني اللي عمل عمل إرهابي لا بس إنه اليوم بس نترك نحنا الناس داليا مين نزل على الشارع تعرفي من إني إيه مقصمين أكتر من من بأكتر من منطقك الواحد قده مطلب بعد دلك 32 ألف مذكرة التوقيب ببعالبك الهرميل 20 ألف مذكرة التوقيب بكل لبنان الإسلاميين الموقفين اللي ما تحاكموا بعد وهذا مش حق إنه ما يتحاكموا لازم كانوا تحاكموا هؤدي لازم يشملون العفو إذا مش مقتلين عسكر حرام واحد حساب تليفون أو حساب فكرة أو حساب طيب مين اللي نزل على الشارع اللي من هشحين بمجلس خدمة المدنية كمان لازم يتثبت وأتمنى على فخامة الرئيس أنا يعمل هذه المعركة يوم كن واضح طبعا حوضي حق لإلهم كل الشباب اللي ناجحين بمجلس خدمة المدنية وكل الصبايا اللي ناجحين بمجلس خدمة المدنية الأمر الثالث طيب المتقاعدين والأساتزين اللي يجوا يدينولهم على رواتبهم طيب يشلحون إياها وبدنش لا بدنش يخففوا طيب الأساتزين اللي مش عاملين لهم ضمان صحي 25 ألف متقاعد 25 ألف متقاعد طيب ما هون الناس اللي نزلوا على الشارع هاوضي كلهم أخدهم بصدره جبران بسيل هل تلوموا على هذا الشيء؟ هل بتعتبر أنه يعني يعني طلع حكي عن الكل هيدول التلات ملفات أنا ضد كل الطرح الطائفي اللي كان عمالي بيترحوه أنا أتمنى كان عنده شعار استعادة حقوق المسيحيين بس أنه نحن اليوم إذا نجح بمجلس خدمة المدنية 70% من حراس الأحراش مسلمين و30 مسيحيين عايب أن نوقف الموضوع أنا أتمنى على جبران وبأخوي بقله بتمنى أنه يرجع على الطيار وطن الحر مثل ما كان لما نرجع العماد عون موجود بترابلس وموجود بصور موجود بصيدة موجود بالبقاع موجود بالشمال يرجع لهذا الحضور الوطني الحضور الوطني هو اللي بيحمي نحن كل ياتنا لازم نخرج من تقوقعنا من مذاهبنا كلنا عابقول مني جر الدور لازم نفكر بالوطن قبل ما نفكر بالطائفي أو بالمذهب الوطن بيحمينا المذاهب بتدمرنا الصراعات الطائفية بتدمرنا هاي دعطونا اياه درس اعطونا اياه الناس النزلت اعطونا اياه الناس سبقونا بهذا الموضوع ولازم نلحقهم بهذا الموضوع سأذهب إلى ملف النازحين والتوطين هل يخاف ويقام وهاب من أنه كمان اللي عم يتحضر للبنان هو إعلان لتوطين رايحين عليه في حال معرفة يا داليا كله المعركة هون هلق بيجي واحد بيقول لك ايه شو إلا علاقة الكهرباء بالتوطين مظبوط نحن لازم نجيب له الكهرباء يعني نحن منا مبرر انه ما نجيب كهرباء انه نحن عنا معركة ضد التوطين وضد ضد التوطين النازحين وما نعمل نحن يعني ما نوقف الفساد وما نساوي الكهرباء وما نساوي الطرقات وما نساوي الزبالي وما نجيب الماء هؤلاء كلهم لازم نعملون ما نخصن هؤلاء بالموضوع هذا بس بذات الوقت ايه في معركة كبيرة يخوضها لبنان اليوم إلى علاقة بأكتر من الموضوع اليوم عاب اسمع كنت الأستاذ طلال أبو غزالي أنا معجب فيه بالمناسب يعني لأستاذ طلال أبو غزالي وبتحليلاته وبمتابعته وعب يحكي عن عب يحكي عب يقول ما يحصل في لبنان اليوم هو معركة النفط معركة الغاز ومعه حق شرحها قال النفط ما عد إلو قيمة اليوم القيمة للغاز واليوم لبنان عمشاري تفهمي كمان الحصار على إيران يعني أعلن اليوم الرئيس الإيراني عن إهدائه عن خمسمية وعشرين لشعبه مليار برميل لغاز نعم عرفتي كيف اليوم عاب يقول أستاذ طلال أبو غزالي كان يستشد فيه لأنه يعني بتمنى من الكل يسمعوا لأنه عن جد إنسان مهم كتير فعاب يقول أنه اليوم أهم حوض للغاز موجود في العالم هو بالمتوسط وما يجري اليوم في لبنان جزء من هذه المعركة إنه الأميركي بقوله وما رح يسمح إنه لبنان يحصل على هذه لبنان وسوريا وكذا وحتى تركيا وما إلى ذلك إنه هي تقش يعني مليارات برميل الغاز ما رح يسمح له فهيدي جزء الجزء الثاني موضوع التوطين ما عاد عاب يخبوه يعني كوشنير عنده خطة لكن أهمية ترامب إنه ما عاب يجزو أهمية ترامب إنه زلمي واضح شو بده من هالمعادلة كلها زلمي على تويتر بس تسمعي بس تقريب بتقرر السياسي تبعي تلعا تعرفي شو بده وبعدين الأمر التالي الناس حين الناس حين بدون يخلوهم هون ممنوع يروحوا على أوروبا بعضهم عاب يتسربوا على أوروبا ممنوع يروحوا على أوروبا ممنوع خلاص ما بقى فيها تساعدة يعني يمكن هي والقرب حاب إيدنا تسفيرهم على المان خذي مثلا المان عاب يتواصلوا مع السوريين إنه هني مستعدين يرجعوا يعمروا قرى إذا هذا الأمر بيقدي لعودة جزء من الناس حين الموجودين عندهم طيب أنا قبل ما اختم في سؤالين أخرين بدي استأذن منك أني بدي أخذ اتصال من نقيب أصحاب المستشفيات لأنه في موضوع مستجد نهارل وهو موضوع صحي كتير مهم مساء الخير دكتور هارون مساء الخير لا إليك ولا ضائفين مساء الخير دكتور يعطيك العافية الله يعافيكم دكتور شو المشكلة للمستجد اللي ممكن أنه يوصلنا إلى أنكن ما تستقبلوا عمليات مرضى المستشفيات تتوقف عن العمل نهار الجمعة لماذا هذا التصعيد وبهذا الوقت بالذات بيظل هذه الأزمة الخانقة على كل اللبنانية؟ هي للحقيقة ما نموقت لحتى تكون مع الأزمة الحالية هذه الأزمة صار لأشهر نحن عم ننبه عليها وهي نقص صيوري لدى المستشفيات هلأ صار إلى مضاعفات إضافية مع التحرك الحالي هو أن المستوردين اللي بيجيبوا مستنزمات طبية للمستشفيات ما بقى عم بيقدروا يستوردوا لسببين أول سبب المستشفيات مش عم تقدر تسددهم مستحقاتهم لأنه الدولة مش عم تسدد مستحقات المستشفيات وتانيا لأنه البنوك مش عم تفتح اعتمادات لها الشركات لحتى تقدر تستورد وبلشت المواد تنقص من السوق يعني فيه مخزون موجود حاليا يكفي لمدة لا تتجاوز الشهر يعني لما عم بيحكي عن مستجمات طبية يعني بعطي مثل سليتر الأسل الكلة الرسوريات المستعملون لتمييد شرايين القلب الخطان بقبل العمليات يعني كل هالأمور هذه اللي هي غير الدواء نعم فنحن عم ننبه عليه أشياء لأنه رح نصل إلى محال هذه المواد رح تكون مفقودي وهذا خطر كتير 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 يعني رح يعرف بالنتيجة حياة المرضى داخل المستشفيات مشان هيك عم نطلق الصرخة بالوقت الحاضر على أمل أنه هي صرخة مثل إنذار ولا حيكون التوقف عن استقبال المرضى كل النهار؟ يعني نحن إذا بدك عم نعطي صورة ملطفة عما يمكن أن يحدث إذا استمرت الحالي على ما هي عليه الآن مع عدم قدرتنا على الاستحصال على المستنزمات الطبية رح يكون كل النهار ولكن طبعا أكيد يعني في الأمور الطارقة المرضى يلي بيغسلوا الكلي يلي عندهم على علاجات سرطانية كل النهار أكيد يعني ما منش منه نحن رح نتوقف العيادات الخارجية بالمستشفيات يعني المرضى يلي بيجوا عند الأطباء لاستشارة طبية مش لعمل استشفائي والعمليات الجراحية اللي ممكن أنه تتأجل فينا نأجلها حالات باردة منسميها بس على الأكيد الأمور الطارقة والأمور الخطرة أكيد رح نكون عم نستقبل عادي يعني هذه مثلا جرس إنذار بدكم تعتبروها مش أكثر منه لتوعي إلى المشكلة اللي نحن فيها على أمل أن تصل الصرخة ولا يدفع المواطن من صحته تمن هذا التأخير وإن شاء الله الأمور كلها تصير على خير وما تضطروا أن توقفوا ولا أي وقف تاني شكرا جزيلا بالإضافة للمستشفيات وبأكد بعاطفي مع الدكتور هارون أنا وبتمنى أنه هذا موضوع يعني كتير نقيق وحساس يعني ما بيحمل ما بتحمل صحية المريض الأمر الثاني طالما فخامة الرئيس وعد اللي نجحوا بمجلس خدمة المدنية بمعالجة الأمر بتمنى على فخامة الرئيس أنا في ملف كتير دقيق وحساس وملف صار إنساني متطوعي الدفاع المدني اللي نوعدوا بأنه يتثبتوا واللي صار مجزوب عليهم عدة مرات هذي ناس بيعطوا بدون حساب هذي متطوعين لهم سنوات هذي ناس يمكن أنقذوا ابننا وخينا وبينا وإمنا هذي ناس شفتي بالحرائق قداش بقوا أيام وهذي ما عندهم إمكانيات يعني رغم عدم الإمكانيات إن شاء الله هلأ ما ننسى أنه صار في حرائق كمان لازم نشتري طيارتين ثلاثة يعني ما يقولوا لي حدا يتحجج فش مصاري وما يكونوا الطيارات اللي بشترون ما عندهم مواصفات في هاي اللي جابوها من اليونان اللي جابوها من اليونان بتحمل عشرين طون بتحمل عشرين طون ممتازي الأمر الثاني هذي طبع الدفاع المدني أرجوك فخامة الرئيس هذي ناس عندهم إنسانية من هايك راحوا طوعوا وهو دي ناس لازم ننظر لهم بإنسانية ولازم نحلل لهم قصتهم إن شاء الله نحنا سألنا سؤال هل أقنع كلام حاكم مصرف لبنان على التويتر والفيسبوك شاركونا قرأكم تعليقاتكم بالتصويت وكان الجواب سبع باتعش بالمية نعم تلاتة وثمانين بالمية لا رغم إنه تلاتة وثمانين بالمية لا بقلن أنا لهوت تلاتة وثمانين بالمية بقلن إنه رياض سلامي لا يتحمل مسئولية يتحمل مسئولية الطاقم السياسي اللي صرف المال واللي نهب المال رياض سلامي هو موظف كان مطلوب منه كان مطلوب منه إنه يأمن مصريات للدولة وما فيما يأمنها إذا الدولة عندها خدمة دين شو بيعمل إنه ما بيوفي التزامات لبنان بره تحتالي يطير كل المصارف ويطير دولة كلياتها شو بيعمل بها الحالي إذا الدولة بتعطي معاشات شو بيعملها بده أؤمنها هو متهم إنه من وراء هندسي مالية لا لا ما إلا علاقة هذا الموضوع الهندسي المالية شلح لبنوكي المصاري وحجزهم عنده شو بدك خلي حدا يشرح لك ياه الهندس المالية حرام هذا الموضوع أنا كان يمكن مفكر هايك تشرح لي إياها أحد أحد الخبراء الاقتصاديين اللي بوثق برأيهم الأمر الثاني رياض سلامي اليوم تبعا بينضغط علىها بيقولوله طيري على الدولار لتلات تلاف ليرة طيب إنه شو دمبو رياض سلامي اليوم الحملة عليها طيري على الدولار لتلات تلاف ليرة ما رح يطالعوا لأنه هم أنه مقتنع إنه هذا حل لأنه ما اعتبر هذا تجويع لللبنانيين وعب يرفض يعملها كل الضغط على يطا يطالع الدولار لتلات تلاف ليرة ما حالا بنكون يغلط يا شباب وثقوا فييه وثقوا بكلامي وانتو بتعرفوا لا مرة غشاي تكون ولا مرة اللي حكي تكون الحقيقة أدي سؤالين بآخر هذه الدقائق أول سؤال بيقول لماذا لا يحق لو أموهاب أن يكون نائبا أو وزيرا؟ هل دوره أن يكون صاحب المواقف العالية الصقف من دون أن يكون له الحق في أن يجلس على طاولة مجلس الوزراء أو في قاعة مجلس النواب؟ لا لأنه عملت وزير مرة بس أنا خارج الطاقم السياسي أنا ما التزمت بالطاقم السياسي وأنا ما نسجمت مع الطاقم السياسي مجلس النواب عملوا كلهم معركة ضدي طيما أوصل لمجلس النواب يمكن لأنه صوتي يخوف ولكن ما بتعنيني أنا أعتقد أن أترشح لأي منصب رسمي يعني حتى النيابي ما أترشح مرة تجي ترشح حدا غيري من الحزب لأنه بدي أقول لك شغلي ما ممكن أخذ معاش قرش من الدولة ما ممكن أنا أقبل أن أخذ فرانك ويجي حدا يحكي عني لأنه لكن اليوم إذا أخذت خمس مليون معاش ودفعت خمسمائة مليون بالشهر رح يضع لهم يقولوا سرق الدولة أنا استوقفني كتير هذا الأمر من هيك ما أبدا ما بهم كرامتي غيري علي غرّد رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلات عبر تويتر على حد علمي أتت شركات متعددة من أجل حل مشكلة كهرباء لبنان إلى جانب الصندوق الكويتي لكن واجهتهم قضية العمولات ومن وراءهم أعتقد الشيء نفسه حصل مع الصينيين ولا مانع لدي بأمثل تلتزم الصين مشروع أعمار لبنان دون الغير عندما نعلم من يقرر شو رأيك طهير هلأ نحن بموضوع الصين نحن وليد باك متفقين أكتر شيء أكتر شيء منتفق عن موضوع الصين مع الصين نحن وياه مع الصين على ليلة في خط واحد اتفقتوا على ليلة مع الصين نحن مع الصين يلا يلا ابحر وليد باك أخشي عشرين سنة رح يظهروا لبرا على راء الصينيين ويستولوا على العالم شو رؤيتك للمرحلة القادمة؟ خطيرة كتير إذا الرئيس الحريري ما حط عقله براسه ومش يرجع بالمصلحة اللبنانية متل ما كان بفترة أنا بعرف الضغوطات اللي تمارست علي بالسابق واللي رفضها واللي اختار فيها المصلحة اللبنانية على مصالح الآخرين هالضغوطات زادت علي هو عب يقول بطل فيه يحمله أنا بتمنى علي قل له ما لك محل غير هون لدينا مثلا بيقول الحجر مطرح وقنطار يعني عم تدعي إلى أنه يتحمل المسئولية ويصير هو الرئيس المكلف يعني عم تدعي إلى يتحمل المسئولية بشروط معينة تقتضيها المصلحة الوطنية ويكون في تمثيل جدي للكل ولكن مع تمثيل كمان لوزراء اختصاصيين يعني بجيب وزير الزراعة مش بجيب دكتور على الزراعة بجيب وزير الزراعة أنا يقعد يعمل خطط زراعية بجيب وزير سياحة يعمل خطط سياحية بجيب وزير صناعة يعمل خطط صناعية هيك اللي لازم نعمله نحنا ولكن أنا بقلك إذا الرئيس الحريري ما عاد ل رئاسة الحكومة لا ما عاد لي بديش كولي رشده بهالموضوع عنده رشد كافي هوي ولكن إذا ما عاد لي ضروري التغليب المصلحة الوطنية على مصالح الآخرين نحن رايحين إلى أزمة مفتوحة بيأسفني يقول للناس ستمتد لأشهر طويلة وهذه الأزمة قد تفجر الساحة اللبنانية إذا الأمريكي استمر بهذا الضغط لأنه للأسف سمعت عن لسان السفيرة الأمريكية أنه زارت واشنطن وفي رأيين بالإدارة كان سمعت قيلة الأصحاب كان في رأيين بالإدارة رأي يقول بضروري التفجير لبنان بوجه حزب الله رأي تاني بيقول لا لازم نحافظ على الاستقرار سمعت أنها تقول هي الرأي الذي يقول بتفجير لبنان قد انتصر من شاء الله يكون هاي من شاء الله يكون انتصر ولكن إذا بس هذا الشيء حكى فيه حتى رسفير الروسي من فترة إذا ما صار عندنا تشكيل حكومي نحن رايحين لمحل كتير خطير خلي عينك على الشمال خلي عينك على الشمال وإن شاء الله على الشمال مين يعني على سليمان باك فرنجية وعلى أهل ترابلوس سليمان باك عطول خلي عينك علي على سليمتو عمي بدي خلي عينك على الشمال خلي عينك على الشمال وإن شاء الله اللي فلتوا من هالسجون ما يوصلوا على الشمال وهيدا وبدك عفو عام فلتوا من الجون وبدك عفو عام شو ممكن كمان يصير ما فيه احبس بريء مايش بدي يحبس بريء بس كمان ما فينا ما فيه كمان اسمع لصفرات وكل واحد عنده رأي على تويتر أو واحد على الفيسبوك أو واحد حاطت صورة على تليفونه بحبسه والصفارة الأمريكية بتخلينيش طيلعه بتخلينيش أعمل عفو عام عنه أنا ماني مع الموضوع أنا عندي مصالح ناسي كمان عندنا كمان عندنا دماء شهداء ما فينا كمان ما حدا قيل ما حدا قيل أبدا دماء شهداء الجيش مقدسي ودماء شهداء العالم مقدسي ودماء شهداء الناس سقطت بالتفجيرات مقدسة مش هم نقول عنها ونحنا هم نقول عن لي ما عنده زم أنا بالعودة إلى اللي ختمت فيه يعني اللي ختمت فيه مع كل المعنويات اللي عطيتها بالأول ينظر إذا بدنا نقول بمسؤولية كتير كبيرة تجاه كل الأفريقاء وإذا بدك حسرتش أكتر شيء بالرئيس حريري بل أنا أناشد الكل من الرئيس الحريري الرئيس عون ليس بحاجة لمناشدي لأنه مدرك المسئولية ومدرك السعاب أنا أناشد مجلس النواب أنا أناشد الشباب المحتشدين بالساحات وبقلهم الشباب أنا ما عم بخوف حدا نحنا رايحين عم حل مش منيح إذا كفينها هاك كلنا لازم يكون عنا مسئولية وطنية كلنا لازم يكون عنا مسئولية وطنية وهذا لا يلغي بأنه حتما لازم نعمل قوانين تطبط الناس أكتر من نطالب أنه محاسبي لأنه المحاسبي ما راح تصير بجزء كبير مننا أنا أطالب بقوانين تمنع هذه المخالفات ليش تنظلنا نكفي هذا هذا هاك وهذا هاك نحنا نعمل قوانين مثل كل هالدول العاملية يعني هاي دي الدولة اللي أربع عمليين واحد بسيطة يعني مش راح تكعي الناس بكل العالم في قوانين خلينا نطبقها عنا وإما كان موجودة على أمل أنه تكون حلقتنا الثانية هي حلقة تقييمية لحكومة كيف ممكن تمشي بقوانين وبعملية إنقاذ للبلد أنا بشكر حضورك وبشكركم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء في الأسبوع المكبر شكرا